معي دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية للحديث أكثر عن هذه القمة وما المتوقع منها أهلا بك معنا دكتور أيمن إذن نزع سلاح نووي سلام دائم بين الكوريتين في أهداف عديدة لهذه القمة وفق المؤشرات ما المخرجات المتوقعة وكيف ستمهد للقمة المرتقبة بين واشنطن فيونج يونج نعم كما أسلفنا في قناتكم الموقرة هي قمة مهمة تاريخية لأول مرة منذ انتهاء الحرب الكورية 1953 يعبر الرئيس الكوري الشمالي خط العرض 38 الذي يحدد المنطقة من زوعة السلاح شمال وجنوب ذلك الخط لتحديد وإنفاذ الهدنة التي عقبت حربا دروسا بين الكوريتين الليبرالية الحرة في الجنوب والشيوعية الشمالية في الشمال لا يستطيع خبير في العالم أن يجزم أن مثل هكذا هذه القمة أو القمة المرتقبة ما بين الزعيم الكوري الشمالي كيم والرئيس الأمريكي ترامب ستفضي إلى معاهدة سلام نهائية ما بين الكوريتين الشمالية والجنوبية أو انتهاء كامل للبرنامج النووي الكوري الشمالي وكنا في الحلقة الماضية أو في أيام قليلة قادمة حسمنا وجزمنا بأن مجرد الاجتماع التاريخي المرتقب لاحقا مع الرئيس الأمريكي هو ليس الخطوة النهائية وأن حتى الإعلانات الإيجابية بداية طيب دكتور أيمن الوضع لأن يكون هذه القمة بعدنا بموضوع الكوريتين طبعا الأولى وبعد عشر سنوات ومثل ما قلت كمان حضرتك ماذا يعني؟ هل نتحدث هنا عن أن الوضع بات حساسا لأبعد الحدود وحرجا لعقد هذه القمة بعد طول هذه السنوات أم يعكس رغبة وقرارا باتخاذ قرارات حاسمة وهذا ما سنشهده مفروض بعد الأثنين يعني كلام أو الطرح سيادتك هو الطرح الدقيق فعلا الوضع في كوريا الشمالية تحديدا حرك حساس كوريا الشمالية باعترافي وإقراري مندوبي وعمال برنامج الغزاء العالمي الفاول للأمم المتحدة الموجودين في كوريا الشمالية منذ سنوات عديدة أقروا بأن الدولة ووفق ونتيجة للجزاءات الإقصادية الصارمة الشديدة من الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن من الاتحاد الأوروبي فعلا قد تفضي إلى مجاعة كمثل المجاعة التي عانت منها أيضا كوريا الشمالية في السابق 1994 وحتى 1998 حتى وضع الآن كوريا الشمالية بما أنك تحدثت عن مجاعة سابقة ما وضع الآن سأعود إليك تحديدا بهذه النقطة